مرحبا بكم مجددا والبداية من جهود تحالف عزم في حلحلة عقدة جرف الصخر حيث ثمن شيوخ عشائر ووجه أناحية جرف الصخر من عشيرتي العواسات والجنابيين الجهود التي قادها رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر لإنهاء مأساة نازحي جرف الصخر مؤكدين أن الشيخ الخنجر وعد فأوفى حينما قطع عهدا بإعادة الأهالي إلى مناطقهم سالمين أمنين فيما تغافلت بقية الأحزاب والشخصيات من داخل المكون السنية عن معاناتهم واتخذوا منها غطاء لمتاجرتهم بمظالم ومعانات أبناء المناطق المحررة وقال شيوخ عشائر العواسات والجنابيين ووجهاؤها أن فرحة أبناء جرف الصخر في العيد باتت فرحتين مع قرب عودتهم إلى مناطقهم التي غادروا منها إبان عمليات التحرير من قبضة داعش الإرهابي قبل سبع سنوات لفتين إلى أنهم ذاقوا الأمرين في مخيمات النزوح ولم يلتفت إليهم أحد من مدعي تمثيل المكون السنية داخل قبة البرلمان وفي الحكومات المتعاقبة وثمانين الجهود التي بذلها الشيخ الخنجر بالتعاون مع القوات الأمنية وبقية الشركاء السياسيين التي أثمرت عن اتفاق يقضي بعودة الأهالي إلى مناطقهم في جرف الصخر خلال الأسابيع المقبلة بالنسبة لهذه العودة عن طريق الشيخ خميس الخنجر جزاها الله الخير يعني صار علينا مناسبة عيد العيد الكبير فصار عيدنا أكبر من العيد فرحتنا بالنسبة بهذا الخبر وحلول رجعتنا يعني صار علينا أكبر من العيد الناس تحت الخيم صار اللي صار بيه مرض خبيث واللي مات واللي كهربت الكهرباء ومات واللي اكتل الحر ومات فيعمي يقسمي لكم بالله مناشد تلك العراق الشريف بالنسبة كاننا كردي والله شيعي والله سني اليوم صار لنا ثمان سنوات احنا تحت رحمة الله أهل جرف الصخار المضلوين المشردين منذ سبع سنوات نشكر ونشد على أيدي الشيخ خميس الخنجر على هذا الموقف النبيل والوقف الرائع لمساعدتنا على العودة إلى مناطقنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة